موسيقى موسيقى أهلا بكم وجولة صحفية جديدة نطالع فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصدر صباح اليوم البداية مع صحف القاهرة من صحيفة أخبار اليوم أسيسي عقب صلاة الجمعة في ذكرى يوم الشهيد دماء الشهداء كتبت تاريخ مصر ووضعت أساس الدولة الحديثة خطيب الجمعة الشهيد قدم روحه من أجل أن يبقى الوطن قبل عرض بيان الحكومة رئيس الوزراء يلتقي أصحاب المعاشات لبحث مطالبهم ومن المصر اليوم نطالع النواب يفتح النار على البرلمان الأوروبي ويقول إلا المساس بسيادتنا الخارجية الأوروبي غير منصف والنيابة نتعاون مع إيطاليا وفي سياق مختلف كتبت الصحيفة تقييم معدلات الشفاء من فيروسي بالأدوية المحلية الشهر المقبل والأرصاد تحذر المواطنين تقلبات جوية حد هذا الأسبوع ونطالع من الأهرام مجلس التنسيق المصري السعودي برياض غدا دانيلو توركي رئيس سلوفينيا السابق والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للصحيفة أطلبوا دعم مصر وقضايا الشرق الأوسط تتصدر أجندة أعمالي دعم القمح قوة للاقتصاد ورفع سعر التوريد ينصف الفلاحين ومن صحيفة الشروق نتابع في زيارته لمصابي العمليات الإرهابية من أبطال القوة المسلحة وزير الدفاع مصر ستبقى صامدة في مواجهة جميع التحديات اليوم القوى العاملة تصرف مليوني وثلاثمائة ألف جنيه أعانات لعمالي تسع وثلاثين منشأة متعثرة ست لجان برلمانية تزور المحافظات الحدودية الأسبوع المقبل عودة إلى صحيفة الأهرام التي أكدت في افتتاحيتها أهمية المرحلة التي سيتولى فيها أحمد بلغيط أمانة الجامعة العربية بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها الأمة وقالت الأمال المعقودة على الجامعة العربية بقيادتها الجديدة تكدون إلى الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة الجامعة وأجهزتها وتفعيل دور مؤسساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدعم قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة الملتهبة والنهوض بالمواطن العربية التي ينتظر أن يرى صورة جيدة للعمل العربي المشترك وكذلك إعادة اللحمة بين الأشقاء لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة وأولها إعادة ترتيب البيت العربية على أسس راسخة وتلاف الخلافات التي ضعف دورها وإنهاء النزاعات التي تعصف بالمنطقة تحت عنوان المهمة الصعبة وغير المستحيلة قدمت صحيفة الوطن في مقال لها خريطة شاملة ومفصلة لعلاج الكثير من مشكلتنا المتراكمة عبر عقود طويلة وتابعت في الوقت الحاضر أصبح من السهل الحصول على رضى الناس في ضوء التطور وسائل الاتصال المهم اتباع الأساليب العلمية وأن يشعر الناس أن هناك من يهتم بهم بالفعل لا بالقول وحينها سيرضى الناس ويصبرون على مواجهة الصعاب إذا شعروا أن الأياد التي تخاف من بناء المستقبل تم استبدالها بأياد تنحط في الصخرة وأن برلمانهم بدأ يمارس مهمه الأساسية وأن يروا أن هناك طرق لحل مشكلاتهم الحياتية وصيردى الناس ويصبرون عندما نصحح أخطاء الماضي بقوة وفاعلية وعندما يتخلى الإعلاميون عن مصالحهم الذاتية وأخيرا عندما نعمل جميعا لوجه الله والوطن ننتقل إلى الصحف العربية والبداية من صحفة الشرق الأوسط التي كتبت بعد الصفعة الخليجية ضربة عربية لحزب الله وزراء الخارجية العرب صنفوا تنظيم نصر الله بالتنظيم الإرهابية خدم الحرمين رعد الشمال رسالة لقوى الشر والتطرف الملك سلمان وقادة الدول المشاركة تابع العروض العسكرية في اليوم الختمي من التمرين الكبير ومن القدس العربي نطالع القضاء الفرنسي يحسم الاستئناف في قضية اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يونيو القدم خلال محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين وزير الخارجية الأمريكي جونكاري يشدد على ضرورة إنهاء الصراع في كل من سوريا واليمن رغم انتهكات دمشق الهدنة في سوريا الصامدة واستئناف المفعوضات لاثنين المقبل تابع من صحيفة الوسط البحرينية رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي يطالب الكتلة السياسية بترشيح تكنقراط للحكومة الجديدة وعشرة ألاف الألاف من أتباع الصادر يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد الأمم المتحدة تتهم حكومة جنوب السودان بجرائم مفزعة ووضع حقوق الإنسان الأفضع في العالم من صحيفة الشرق التونسية نرصد انتصارات متواصلة في بن قردان ومقتل ثلاثة إرهابيين وضبط كمية من الأسلحة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا انتخبت الرئاسة السورية في غضون ثامانية عشر شهرا لبنان والعراق يرفضان والجزائر تتحفظ وزراء الخارجية العرب يصنفون حزب الله منظمة إرهابية طالما رواد العرب والمسلمون لعهود طويلة حلم بأن يكون لهم قوة عسكرية مشتركة تتصدى للتهديدات والتحديات والمخاطر التي تواجه بلادهم وتحميهم من مؤامرات التقسيم الطائرية صحيفة البيان الإماراتية رصدت هذا وكتبت مقالا بعنوان قوة وعزم وحزم وقالت فيه إذا كان مشروع القوى العسكرية العربية المشتركة قد تواجه صعوبات وعراقيل أمام تحقيقه فإن مناورات رعد الشمال في حفر الباطن بالسعودية جاءت كرسالة قوة موجهة لأعداء الأمتين العربية والإسلامية ولقد اتفقت الدول المشاركة في رعد الشمال على الوقوف صفا واحدا ضد الأخطار التي تهدد الوطن العربي والإرهاب بكل أشكاله وأيضا القوى الإقليمية صاحبة الأطماع والتموحات في تصدير الفتنة الطائفية وغيرها من التهديدات والمخاطر وذلك لعالمنا العربية ومن صحيفة الدستور الأردنية نطلع مقالا بعنوان الاحتلال يتخبط في مواجهة الانتفاضة تتحدث فيه عن عزيمة الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وفشل كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على الانتفاضة خلال الخمسة أشهر الماضية هناك فرصة حقيقية لتسعيد انتفاضة شاملة في كل الأراضي الفلسطينية تفرض التراجع على الاحتلال بل تفرض عليه الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 وتفكيك المستوطنات وإطلاق الأسرة إنها المأساة شعب فلسطيني عظيم وشباب يتميز غيظا من الاحتلال ويتلهف شوقا لمواجهة وهزيمته لكنه يحتاج إلى من يدعم مطالبه المشروع لذلك على كل أحرار العالم التضامن مع هذا الشعب الأبي لنصرة قضيته العادلة وإلى الصحف العالمية ومن وولستريت جورنال الأمريكية نطلع في الوقت الذي يتم فيه الأعداد لزيارة الرئيس باراك أوباما إلى هافانا يوم العشرين من الشهر الجاري ثلاث شركات أمريكية كبرى تعتزم إقامة مشروعات في كوبا باراك أوباما ينتقد ديفيد كاميرون ونيكولاس ساركوزي حول التدخل العسكري في ليبيا نطلع من صحيفة الفايس الإسبانية اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا على اقتراح يقضي بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان وماركل تعرب عن غضبها إذا أغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين في أعقب رفع العقوبات عن طهران شركة صينية تسعى إلى عقود بمليارات الدولارات في إيران ونطلع من صحيفة لوموند الفرنسية روسيا والصين تدعوان كوريا الشمالية إلى استئناف المحادثات النووية والالتزام بقرار مجلس الأمن الذي يحضر اختبارات الصواريخ الفاليستية مواجهات بين مؤيدي دونالد ترامب ومعارضي بعد إلغاء تجمع انتخابي له في شيكاغو صحيفة تايمز البريطانية ألقت الضوء على أزمة اللاجئين وكتبت تركيا تحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على عدة مكاسب من أجل إنهاء أزمة المهاجرين التي تهدد أوروبا محاولة تركيا للحصول على دعم مدي تبلغ قيمة ثلاثة مليارات يورو لاحتواء المهاجرين أزمة المهاجرين وطريقة التعامل التركي معها تجعل أردوغان يبدو أقوى على الصعيد السياسي الداخلية جاءت أبرز عنوين صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية كالتالي قبل انطلاق مباحثة السلام السورية في جينيف لاثنين المقبل جون كاري يزور السعودية لبحث الأزمة السورية الخارجية الأمريكية تطالب بتمديد اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا وكريو أكد العنف يتراجع نتحول إلى مقالة الرأي حيث ألقت صحيفة الاندبندنت البريطانية ضوء على تصاعد خطير لتنظيم داعش في ليبيا خاصة مع سقوط العديد من الأسلحة في أيدي التنظيم المتطرف وتساءلت كيف تسقط صواريخ معمر القذافي المضادة للطائرات في أيدي المتطرفين وقالت لا شك أن الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا تتجه نحو التصعيد بعدما بسط تنظيم داعش المتطرف سيطرته على مساحات واسعة من البلاد واستطاع تجنيد العديد من المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وضم العديد من المناطق النفطية إلى الأراضي التي يسيطر عليها العالم يعيش في حالة ترقب إلى ما ستصل إليه الأوضاع حيث تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا المقسمة بين حكومتين وبرلمانيين إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن القادم سيكون أسوأ والختام وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم أتام جولتنا الصحفية إلى اللقاء